الخطوة الأولى تبدأ من الناخب العراق الناخب العراق اليوم مستيقظ يريد أن يغير زيناني إذا ما منح فرصة التغيير كيف يحدث التغيير؟ التغيير الأول هو من صنادق الاقتراعات فإن غير الشارع العراقي الذي هو صاحب الكلمة الفصل بذلك غيرت ما عدا ذلك ولم يستطع واليوم الوضع متجه إلى أقحان الناخب العراقي وعلى قول بعضهم وإن قبل المشتركون لا يهمنا ذلك